معنا من لندن الصحفي والمحلل السياسي السوداني محمد المكي أحمد أهلا بك سيد محمد برأيك من الذي أوصل السودان وأوصلنا إلى هذه التطورات الأخيرة التي شهدناها في الساحة السودانية هل المعارضة السودانية أم المجلس العسكري أم أنها قوى خارجية تتدخل في السودان شكرا جزيلا لكم وأشكر اهتمامكم بشأن السوداني أهلا بكم الأزمة الراهنة في السودان لتتضح تفاصيلها لا بد من العودة إلى الوراء قليلا لنقول أن المجلس العسكري عندما كان مجلسا عسكريا قبل أن يتحول إلى مجلس انقلابي كانت تفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على هياكل السلطة الثلاثة التي هي المجلس السيادة ومجلس التشريعي ومجلس الوزراء ولم يتبقى فقط إلا الاتفاق على نسبة تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة ومن يرأس مجلس السيادة أي كان يمكن أن تحدث تفاهمات في هذا الإطار ونعيد للأذهان ما كان يكرره الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري عندما كان يقول أننا على مسافة قريبة جدا وسنصل إلى اتفاق ونحن منحازون إلى السلطة لكن جاء خطاب رئيس المجلس الانقلابي الحالي الفريق البرهان جاء ليطيح بكل المعادلات عندما ألغى من طرف واحد الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير وأوقف التفاوض وكانت هذه خطوة انقلابية بكل المعايير وفيها أيضا خيانة أيضا لما تم التفاوض بشأنه ولكن قوى الحرية والتغيير كانت في حالة دخبط ولربما نوع من عدم الوصول إلى قرار بشأن موضوع المجلس السيادي أو حتى لربما ممثلين قوى الحرية والتغيير لم يكنوا واضحين بالنسبة للمجلس العسكري الاتقالي أضيف إلى ما ذكرت أيضا أن جاءت المذبحة الأخيرة أمام قيادة الجيش أيضا لتؤكد تماما أن هناك نيات مبيتة نيات دموية هذه المذبحة هزت الضمير السوداني هزت الضمير العالمي أكدت وحشية من يقفون وراء هذه المجزرة كل هذه العوامل السلبية ألقت من عكاسات سلبية إذن لمن تحمل المسؤولية أنا سألتك لمن تحمل المسؤولية هل المعاعدة هي السبب فيما نشده اليوم في السودان أم أن المجلس العسكري أم أنها قوى خارجية ثلاث احتمالات لدينا لا بالطبع المجلس العسكري المجلس العسكري هو المسؤول الأول عن تدهر الأوضاح في السودان المجلس العسكري أيضا حاول أن يستقوي أيضا بأطراف خارجية عندما زار رئيسه ونائب رئيس المجلس أيضا دولا خليجية زار السعودية والإمارات وزار مصر أيضا نحن استمعنا إلى تصريحات فيها الكثير من التنمر وفيها الكثير من الإطاحة بالأساسيات والمسلمات والمرتكزات التي تم الاتفاق عليها أي أن المجلس العسكري يتحمل في البداية والنهاية ما آل إليه الوضع الآن من تدهور طيب كيف يمكن كما تبعت بالتأكيد القرار الخاص بالاتحاد الأفريقي كيف يمكن لقرار الاتحاد الأفريقي بشأن تعليق عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين أن يغير إيجابا في المشهد السوداني برأيك أولا الاتحاد الأفريقي حقيقة هو منظمة الآن جديرة بالتقدير والإحترام هي ترفض الإنقلابات تحتكم في ميثاقها على المادة السادس السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي التي ترفض الإنقلابات العسكرية كما تعلم أن أفريقيا مبوءة بالإنقلابات وبالمغامرين العسكريين الاتحاد الأفريقي في الحقيقة أمهل السودان فترة طويلة جدا كان يمكن أن نتخذ غرارا في وقت مبكر الاتحاد الأفريقي بعدما تمت الإطاحة بالبشير في الحادي 10 من أبريل الماضي أصدر بيانا في 15 من أبريل وأوضح بشكل واضح جدا أنه قد أمهل السودان 15 يوما ليسلم السلطة إلى حكومة مدنية لكن خلال تلك الفترة المجلس العسكري تحرق نحو الاتحاد الأفريقي وأوضح للاتحاد الأفريقي أنه استلم السلطة استجابة لطلب الجماهير كما أن الاتحاد الأفريقي أيضا رأى أن هناك حوارا بين قوة إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ولذلك تمهل أيضا وأعطى أيضا مهلة إضافية لمدة شهرين مدة شهرين أعطاها أيضا هذه المهلة الأولى كانت في 15 أبريل والثانية كانت في الأول من مايو قبل ذلك عقد اجتماع في القاهرة كما تذكر الدول شركاء السودان الإقليميين والرئيس المصري طبعا هو الرئيس كما تعلم الاتحاد الأفريقي اخترحوا على مجلس الأمن والسلم الأفريقي إعطاء مهلة لمدة ثلاثة أشهر طبعا هذه توصية وليست ملزمة على الإطلاق المجلس السلم والأمن الأفريقي هو الجهاز التنفيذي الذي ينفذ قرارات الاتحاد الأفريقي الآن تم تعليق العضوية وهناك تهديد أيضا بتوقيع عقوبات أنا أعتقد أن أفريقيا الآن لديها منظمة جديرة بالتقدير والاحترام تراعي حوق الإنسان وترفض الإنقلابات الإنقلابات أفا والعسكريون المقامرون أفا كبرى في أفريقيا ولذلك أنا أحيي الاتحاد الأفريقي على هذا الموقف ولكن هل سيؤثر ذلك فعلا على المشهد السوداني هل سيكون للمجلس العسكري أي خيارات متاحة الآن أمام هذا القرار الذي تم اتخاذه؟ ما هي الخيارات المتاحة أمام المجلس العسكري؟ لا الآن المجلس العسكري أولا المشهد المجلس العسكري الآن الخيار المتاح أمامه حقيقة هو خياران أمامه الآن أن يواصل التعنت والاستضام مع الشارع والشارع السوداني كما تعلم قد أطاح بديكتاتور كبير كان لديه أجهزة قمعية ورجل متمكن في فنون القمع أطاح به من خلال إرادة الشعب المجلس العسكري يمكن أن يسلك هذا الطريق وفي النهاية سيخسر ما خسره أصلا في الشارع السوداني الطريق الآخر هو أن يعيد المجلس العسكري النظر في كل خطواته التي اتخذها الأيام الماضية ويوافق على تسليم السلطة للمدنيين حقنا لدماء السودانيين خصوصا أنه معزول داخليا في الشارع معزول خارجيين كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية لديها موقف واضح الاتحاد الأوروبي لديه موقف واضح الترويكا لديها موقف واضح المجلس العسكري إذا أراد أن يتمسك بالسلطة هو في الحقيقة سيضر بالسودان ضررا بالغا أنت تعلم أن البشير عندما حكم لمدة ثلاثين عاما كان معزولا دوليا الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانت فرضت عقوبات اقتصادية على النظام في السودان وأدخلته في قائمة الإرهاب قائمة الإرهاب أدخل فيها في العام 93 فرضت عليه عقوبات اقتصادية في عام 97 الولايات المتحدة الأمريكية عندما تمت لطاحة بالبشير حددت موقفا واضحا جدا الموقف الأمريكي كان يقول نحن لن نحترف بالمجلس العسكري ولن نحترف إلا إذا حدث انتقال سلمي للسلطة وتمت تغييرات جوهرية في القيادة وتغييرات جوهرية في السياسة هذا كله هو شرط الولايات المتحدة الأمريكية وولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى ولها حلفاء في أوروبا يشاطرونها نفس الرأي أستاذ محمد سريعا لو تكرمت هناك تحركات دبلوماسية خارجية للوساطة في السودان هل يمكن أن تنجح هذه التحركات برأيك وأنت كسوداني أولا وصحفي وباحث سياسي ما هو السيناريو الأسوأ الذي تتخوف منه خلال هذه المرحلة الحساسة التي تشهدها البلاد سريعا جدا لو تكرمت في دقيقة أنت لو أشرت إلى الوساطة الخارجية زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي هذا الرجل قيادي عصري نجح أيضا في طي الخلاف مع إريتريا كما تعلم بوساطة سعودية إماراتية نحن نرى أنه هو جار للسودان ليس في مقدوره تغيير ما أصدره الاتحاد الإفريقي لكنه يمكن أن ينصح باتخاذ خطوات بشأن تسليم السلطة للمدنيين الشقة الثانية للسؤال لو سمحت فيما يتعلق كنت أسألك فيما يتعلق بالسيناريو الذي تتخوف منه كسوداني وكباحث سياسي وصحفي مستقبل السودان في هذه المرحلة الحساسة الآن ما هو السيناريو الذي تتخوف منه الوضع السوداني الآن نحن نخشى من خلال ما رأيناه الأيام الماضية من انفلات ماليشيات وأجهزة أمنية تقتل هنا وتحتقل هنا في عشوائية قريبة جدا كما تعلم ياسر عرمان نايب رئيس الحركة الشعبية يحتقل ولا يعرف أين هو الآن هناك نخشى من الانفلات الأمني نحن نريد أيضا أن تتماسك مؤسسة القوات المسلحة لا نريد لموقف المجلس العسكري الآن أن يتسبب في انشقاقات في القوات المسلحة نريد أن نحافظ على مؤسسات الدولة نريد أيضا عدم حدوث أي انفلات أمني لكن هذا طريق يتحمل المجلس العسكري مسؤوليات كبيرة للحلولة دون وقوع السودان إذن أنت تتوقع انشفاق القوات المسلحة في مستنقع الخلاف الحاد والانفلات الأمني تتوقع انشفاق القوات المسلحة بينعم أو لا أنا أتوقع ضغوط كبيرة جدا أتوقع ضغوط كبيرة جدا القوات المسلحة تضم ضباطا وجنودا إن حازوا إلى الحراك الشعبي واحتضنوا الجماهير وهتفوا معها إلى أن تم إسقاط البشير أنا أتوقع أن لا تقبل المؤسسة العسكرية بقتل السودانيين بدم بارد كما جرى الأيام الماضية وصلت الفكرة نحن نراهن على وطنية وطمير أبناء قوات المسلحة السودانية كنت معنا مباشرة من العاصمة البريطانية لندن أشكرك جزيلا شكرا لانضمامك إلينا في الحرة شكرا لك